عن معاوية ابن قرة ابن من؟ معاوية ابن قرة ابن اياس معاوية ابن قرة ابن اياس عن أنس ابن مالك أبو حمزة شرفه الله بخدمة رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة والنبي أكثر من الدعاء للأنصار اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار وأوصى النبي بالأنصار خيرا فصلوات ربي وسلامه عليه قال مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبه عن قتاده وهو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب عن أنس قال حدثنا أنس بن مالك روى 2286 حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة قال شعبه أو قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة قال حدثنا يحيى بن يحيى تميم يلق شيري ابن سابوري وشيبان بن فروخ الحبطي أبو محمد صدوق يهم رمي بالقدر قال حدثنا يحيى يحيى القطان قال أخبرنا شيبان إنكم صحيح قال يحيى أخبرنا وقال شيبان شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث وهو التنوري عن أب التياح أبو التياح إبراهيم يزيد ابن حميد قال حدثنا أنس بن مالك قال كانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة وفي حديث شيبان بدل فانصر فاغفر قال حدثني محمد بن حاتم لقبه ما هو لقبه السمين قال حدثنا بهز ابن أسد العمي قال حدثنا حمد بن سلم عن ثابت عن أنس قال كانوا يرتجزون نعم قرأنا قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حمد بن سلم قال حدثنا ثابت عن أنس أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون يوم الخندق نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا نعم نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا أو قال على الجهاد شك حمد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة هنا قال النووي قوله الملأ قد أبوا علينا هم أشراف القوم وقيل هم الرجال ليس فيهم نساء وهو مهموز مقصور كما في القرآن الملأ وهنا ورد غير مهموز لكن لضرورة الوزن إن الملأ قد أبوا علينا الخلاصة أن النبي ما قال الشاعر ومن قال البيت والبيتين لا يعد شاعرا وأيضا وأيضا قد تكون من من قوله لا من مقوله وأيضا مثل هذا إن الملأ قد أبوا علينا في بعضها فاغفر للمهاجرين والأنصار للمهاجرين والأنصار نعم ذكروا هذا النبي تمثل بها قال رحمه الله ومعنى أبوا علينا امتنعوا من إجابتنا إلى الإسلام وفي هذا الحديث استحباب الرجز ونحوه من الكلام في حال البناء ونحوه وفيه عمل الفضلاء في بناء المساجد ونحوها ومساعدتهم في أعمال البر في بعض النسخ بأعمال قوله صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة أي لا عيش باق أو لا عيش مطلوب والله أعلم طيب إلهنا بارك الله